يعطيكم العافية يعني اليوم خلونا نحكي بجرعة شوي عن بعض الظواهر على صفحات التواصل الاجتماعي وتحديداً بجوز على الفيسبوك بتبين أكتر من التويتر والباقي لأنه يعبر الإنسان عن ذاته بمساحة كافية على تحديداً الفيسبوك بيودو مع عمر كلاب وخلينا نكون جريئين والنشطاء أو ما يسموا بالنشطاء يعني ما بيخلوا حدا منشروا ما شاء الله عليهم يعني سيدة فاضلة بتفهم بالطب والصحة والزراعة واللغة الصينية والكورونا والمواقف السياسية والإعلام والبتنجان والصخام كله بتفهم 15-12 بوست باليوم تسلغك مين فلان ما دعوني دعوني جابوني ودوني وكأنه الفيسبوك نجحة في استنهاد كل النواقص النفسية اللي جوانا صبية صغيرة هذيك اليوم يعني كاتبة لمن يسعلني لمن يستغرب أنني لم أصدر موقفا عن صفقة القرن مين سألك؟ أنا كان نفسي طب كل البوست اللي انت حطه عليه خمسة لايك من صاحباتك وان كومنت مين سألك أنه يعني لمن يسألني لمن يستغرب أنه لهسة الأخ مش مطلع بتعرف يعني الكيان الصيوني طوارئ لما طلعت انت البوست بتاعك على الفيسبوك ولا على تويتر يعني أبدا هذا مرض جديد في مجتمعنا مرض الأنا الضخمة بعدين تقعد ما واحد تنجلك شو مطلع بوست على الفيسبوك ولا ما خليته نام يا أخوان هذا موقع تواصل اجتماعي لتبيان حقائق أو لتبيان ظروف شخصية إيش إيش فيس فيس إيلك شخصي أنا ليش أخذناه لتصفية الحسابات للنكايات للاستعراض غير المبرر ما فهم عاعد عامل صفحة بحط أخبار يعطي موقفه السياسي بتواضع مش أنا إذا لا مع المعارضة ولا مع السحيجة ولا مع فلان ولا مع علنتان ما اندعيت اندعيت شو يا أخي طب اندعيتش أو اندعيت شو المشكلة يعني شو اللي قاعد بصير بمجتمعنا تحديدا مما يسمى بنشاطاء الفيسبوك هذول اللي إلهم موقف في كل شي اللي بيفهموا بكل شي واللي بقدروا يحقوا بكل شي يعني إذا بتسألوا عن عملية جراحية فش لات بيفس بسفوق لك وجهة نظر بتسألوا عن موضوع مثلا ذري بساوبك عن كوكب جديد اكتشفوه بجاوبك كله عنده معقول معقول يعني حجم المعارف في هذه الشخصيات الموسوعية يعني بحر العلوم بلا مؤاخذة رابعة العدوية انت شو عندك يعني شو عندك بضاعة يعني كم من كتاب قارية بكتابة الإسكندرية انت شو اللي قاعد بصير يا اخوات ما عدنا نعرف نحكي مع حدا الكل اللي هو موقف والكل عنده هالنبرة العالية وكأن الفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعي نجحت في استنهاض اقبح ما لدينا كل القبح الداخلي طلع كل الاحقاد طلعت كل الانا الضخمة طلعت واللزيز يعني حارتنا ذيقة وبنعرف بها يعني في ناس بتكتب بهالملائكية بالمناسب بكون زميلك يعني ما انت عارف وعارف انه مثلا هذا البوست بخمسين ليرة وهذا البوست بخمسمية ليرة وهذا البوست بمتين وخمسين ليرة وهذا بتم التعاطي مع واحد برا برقم معين اشلخ فلان اذبح فلان ود فلان مش محقوق يعني انا بفهم مثلا حدا يعترض على الفيسبوك لحام على لحام ايه واحد يعني استاذ بيعترض على استاذ اما ان استاذ بيعترض على مدير واستشفى شو دخلها شو بتعرف انت بطلع لك هذيك اليوم واحد بالأول ثانوي كم ما عاجبه لا حكومة ولا رئيس وزارة ولا إعلام ولا صعفيين ولا 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 عاجبه حدا التواصل الاجتماعي مش هدفه تستعرض حالك كل ما تغيري صورة وانك حطالي صورتك ولا تستعرض حالك update وكلنا دايما لانه على رأي هذيك البوست اللي حكوا اذا غضب العرب شمت بوست واذا ازداد غضبه بغير صورته على البيولوفايل التغيير الوحيد الذي احدثناه في كل مواقع التواصل الاجتماعي تغيير صورنا على البيولوفايل خلي كل واحد يضب حاله ويفكر شوي هاي التواصل الاجتماعي مش لاستعراض العضلات ولا لا إخراج الأمراض النفسية لمحمضة عراينا الفلاحين ولا لاستعراض عضلاتك وعضلاتها حارتنا ذيقة وبنعرف بعض خلينا الروق شو اللي عمرك أقل من 30 سنة هم ناسي بتسألك عن موقفك من صفقة القرن عدنانا بعودي بلا زغرة انتي يعني بلا مواقزك بجوز اللي بنسأل واحد زي عدنانا بعودي والله اي من الصفة تستعيش يعطى ولا عمر موسى مين انتي خلونا نفكر بروهاك وبهدوء وبلاش نكبر عصاتنا لأنه واقعنا مخجل وتصريحاتنا تكشف زيف واقعنا شكرا لكم بيهدوء مع عمرك اللاب بلجرحاتنا تلك البيانات